مشروع اقتراح شهادة للضمان العقارية ناقشته لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في جلسة لمجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إليل فرزلي وحضور عدد من النواب والفعاليات المشروع يطيح للمواطن بأن يقدم عقاراً للمصرف ويأخذ مقابل ذلك شهادة إداع ويأخذ فائدة ويستمر في استثمار عقاره ويهدف إلى أن يستفيد من ذلك أصحاب العقارات الصغيرة في المناطق النائية وفي مجلس النواب اقتراح قانون إنشاء نياب عمل مكافحة الفساد للنائب شامر روكز نحكي عن نيابة عامة لمكافحة الفساد متخصصة بمعنى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستقصي وتجمع المعلومات وتحول لنيابة عامة لمكافحة الفساد انطلاعاً من هون نيابة العامة بتعمل تحياتها وبتحول لنأكيد لآد التحقيق المتخصص بالفساد الممكن يكون آد التحقيق مفصول لها الموضوع هيدا ومتخصص فيه لأنه مسار المحكمات عم تاخد وقت كتير وأشار روكز إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة مكافحة الفساد ووقف الهدر والاعتداء على الأموال العامة واختلاسها ترجمة نانسي قنقر